اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا المكان ايضا يكون مع الاسرائيليين في الايام العادية اليوم مفتوح جميعا امام المسلمين هذا هو مقام سيدنا يعقوب من الداخل وهذا مقام سيدتنا زوجة سيدنا يعقوب لائقة عليها السلام ندخل من هنا هذا مقام سيدنا ابراهيم الحليل له هذا هو مقام سيدنا ابراهيم من ثلاث جهات مكشوفة من هنا من هنا ومن هنا هذا هو مقام سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا مقام سيدتنا سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من المنطقة الداخلية الآن نتوجه الى الساحة الاسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة هذا هو مقام سيدتنا سارة هذه من الخارج سمى الجولية الجوانية ندخل الى الاسحاقية من هنا هذه الساعة الاسحاقية مقام سيدنا اسحاق وزوجته سيدتنا رفقة عليه السلام كل المسجد الابراهيم مفتوح امام المصلي المسلمين هذا هو الغار الشريف هذا هو الغار الشريف هذه الفتحة هذه الفتحة يوجد ضو في الاسفل عند المغارة التي يوجد فيها قبور الانبياء تفتح من هنا ويوجد اضاءة داخلي هذه المقام سيدنا اسحاق عليه السلام وهذا مقام سيدتنا رفقة نرجع من المدخل الخلفي ذلك الى مقام سيدنا ابراهيم الحريم ثلاث شبابيك تؤدي الى مقام سيدنا ابراهيم الحريم هذه المنفقة التي دخلنا منها في الاول هي اليوسفية كل اروقة المسجد الى مفتوحة امام المصلين المسلمين اليوم احتفال بعيد الذكرى نولد النبو الشريف هذا هو من بر سيدنا صلاح الدين الايوبي الذي جلبه من مصر ولا يوجد فيه مسمار واحد كله حشب من الحشب وركب طريقة فنية رائعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة